بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في الوحدة الأولى وهي بعنوان مدخل عام لمحاسبة الشركات في المملكة الدرس الأول تعريف الشركة عرف نظام الشركات في المملكة الشركة بأنها عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهما في مشروع يستهدف الربح وذلك بتقديم حصة في هذا المشروع من مال أو عمل واقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة وهناك أنواع للشركات حددها نظام الشركات في المملكة وهي أولا شركات الأشخاص وهذا النوع من أنواع الشركات يقوم على الاعتبار الشخصي ويمتلك شركات الأشخاص أكثر من شخص ويكون الجميع فيها مسؤولون عن ديون الشركة في جميع أموالهم ولشركات الأشخاص منها شركات التضامن وهذا النوع من أنواع الشركات يتكون من شركين أو أكثر مسؤولين بالتضامن عن ديون الشركة في جميع أموالهم النوع الثاني من أنواع الشركات شركات الأشخاص شركة التوصية البسيطة وهذا النوع من أنواع الشركات يتكون من فريقين من الشركاء فريق يضم على الأقل شريكا متضامنا يكون مسؤول في جميع أمواله عن ديون الشركة والفريق الآخر من الشركاء يضم على الأقل شريكا واحدا موصيا مسؤولا عن ديون الشركة بقدر حصته في رأس المال النوع الثالث من أنواع شركات الأشخاص شركة المحاصة وهذا النوع من أنواع شركات الأشخاص هي شركات تستطر عن الغير ولا تتمتع بشخصية اعتبارية وبالتالي ليس لها شخصية معنوية ولا تخطع لإجراءات الشهر العادية كغيرها من أنواع الشركات شركات الأشخاص مثل شركة التضاون وشركة التوصية البسيطة